السلام عليكم هنحضر مع بعض النهاردة شعرية باللبن وهي من اكتر الحاجات الحلوة اللي بنحب ناكلها في الشتاء وكمان سهلة جدا لاي حد مبتدئ لسه اول مرة يدخلوا المطبخ هيحضرها بكل سهولة يلا بينا نبدأ طريقتها على طول اول حاجة عندي هضيفة وهي المادة الدهنية انا هنا هضيفت معلقتين من السمنة على معلقتين من الزيت تقدر تضيفي زبدة او تقدر تضيفي سمنة بس زي ما تحبي ممكن كمان تعمليها بالزيت بس بعد كده هنضيف الشعرية بشكل ده كده ونبدأ نقلبها ونحمر فيها لحد ما تاخد معنا اللون الدهبي اللي هتشوفوه دلوقتي مفيش حاجة اسهل من كده يا دوبك حطينا بس الشعرية وحمرناها خدت اللون الدهبي بقى زي ما انتم ترايفين كده هضيف عليها المية المية عندي تكون بتغلي عشان ما تاخدش معي وقت في السوا كتير لو حطتها وهي بردة وهستنى ان هي تغلي لو حابة تسويها باللبن زي ما تحبي بس انا بحب اسويها بالمية وهقول لكم لي دلوقتي تمام ضفت المية وبعد كده هسيبها بقى هتغلي بس هضيف طبعا السكر الاول والسكر ده بقى زي ما تحبي هضيف السكر ودوقي كده لو الطعم مزبوط معاكي تمام لان انا بعد كده لسه هنضيف اللبن واللبن مش هيبقى عليه سكر فانت هتزبطي السكر من دلوقتي هضيف السكر انا ضفت السكر لقيتها كده محتاجة شوية مية كمان فاضيفت شوية مية كمان تقريبا كده لكل كوباية شعرية بتاخد كوباية ونص او كوبايتين من المية او تزويد المية كده تكون مغطية شعرية هسيبها بقى تغلي كويس انا لسه ما هدتش النار وبعد كده لما تتشرب معايا هدي النار عليها خالص زي ما هتشوف دلوقتي كده تشربت معايا فانا ههدي النار بقى عليها خالص دلوقتي وهسيبها تستوي زي سوى الرز كده على نار هدية مش هتاخد وقت كتير وبعد ما تستوي هنقدمها بقى مع بعض وزي ما انتم شايفين بقى انا جدت اللبن انا بضيفه في الاخر خالص ليه بقى بضيفه في الاخر خالص عشان اي كمية تتبقى معايا من الشعرية هقدر ان انا قعينها في التلاجة وهطلعها وقت محب هسخن اللبن كويس واضيفها عليها يبقى طعمها زي ما هو ما غيرش ولا اي حاجة خالص عشان كده بفضل ان انا اضيف اللبن في الاخر بعد كده هنضيف عليها اللبن زي ما انتم شايفين وبس كده مش هتاخد وقت خالص منكم في تحضرها وبتهيأ لي اي حد لسه مبتدئ يقدر يعملها كل سهولة من اكتر الحلويات الحلوة اوي في الشتا دفي كده ولذيذة ويرب يكون فيديو النهاردة عجبكم متنسوش اللايك للفيديو واشتراك في القناة لو لسه مشتركتوش ونزلوا اضغطوا على زر الجرس تحت عشان كل فيديو جديد اول ما ينزل يوصلوكو على طول نوع السلامة